قالت شرطة الدنمارك أن التحقيق الأولي في الأضرار التي لحقت بخطي أنبيب غاز نوردستريم في الجزء الدنماركي من بحر البلطيق يظهر أن التصرب نتج عن انفجارات قوية كانت روسيا قد أكدت أن لديها بيانات استخباراتية عن التخريب الذي حدث في خطوط أنبيب غاز نوردستريم في استياق متصل أوضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن المفاوضات بين روسيا والغرب يمكن أن تتم غير أنها ستتطلب الوفاء بشروط معينة